سؤال ورد عن الفدية لعيش خارج الوطن الجواب أنه تقدر الفدية وين راهم عايشين إذا كان مثلا نحن مثلا بالجزائر الحد الأدنى لفدية الصيام لأصحاب الأعذار هي ربع زكاة الفطر يعني ثلث ألاف ثلاثين دينار للمسكين ولكن هذه الحد الأدنى واللي يقدم أكثر يكون الأجر أكثر ليقدمها مثلا 100 دينار الواحد اليوم الواحد أو 200 دينار الواحد كلما كان خير أكثر كلما يكون إن شاء الله الأجر أكبر ولكنني عايش مثلا في بلاد أخرى ثم يشوف القيمة نتاعها إذا كان في دية مثلا قدرت هناك بخمسة أورو مثلا يقدم خمسة أورو إذا كان يقدمها هناك للمسكين ولكن إذا كان بعثها للبلد لازم بما يعادلها بالدينار الجزائري بما يعادلها يعني ميلا يوين يتذير ذي الغربة ذينا مثلا الفيدياني وقال صحاب الأعذار وقال ذي وظلن وقال ذي سعن يعني الأعذار السفغن الفيدياني باشدف ذون رمضان نسم ميلا ذينا ذا تذير خمسة اللي زوروا يعني فيونواس المسكين ذاقي مريوكل إلا قد سفغن أيني عدل دي كيفانو يعني نسل خمسة أورو أما ذا عشرين ألف مضرب عين فمد خمسين ألف على حسب القيمة ينس ذي السوق أكا وقال ذا الجواب ونسأو الله القابول لعبد ميك سفغ الفيدياني نسا ثاني في ذات رمضان إن شاء الله هم انتساء أميني وظامن أذي قبل ربي في الأون في الأنق وكني فيك ربي شفاء يفكي شفاءك ويموضان مرة